السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ما يتصدقيني لما تجربيها عايزة اقولك احلى من البيتزا احلى من الفطير والله العظيم انا شايفها كده طعمها جميل بصي بقى ولا لبن ولا بيد ولا سامنة ولا جبنة بتمط ولا جبنة بتمط ولا الهوى ولا الهوى بحاجة ببلاش كده والله العظيم زي ما بقولك كده بصي يعني الاكلة دي اللي هي عملت اربع فطرات دولت يعني لو عملنا مثلا شوية اللي هو الكريب او البنكيك اللي بتقولها ليه ده هيتكلف اكتر تخيلوا والله العظيم حاجة ببلاش كده وطعمها جميل حراءة على حرشة على طرية على حاجة كده تأكل حاجة جميلة وحاجة حلوة جدا 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 لما بجرب بحاجة واقول لكم ما بجذبش والله العظيم انا شايفها انها جميلة جدا وهنشوف المقادر بتاعتنا ما انتش هتصدقوني دي كباية دي وفلفلاية وطمطماية وبصلاية ايه رأيك بقى وحتة جبنة لا ما تخافيش ولا جبنة بيزة ولا جبنة شادر ولا جبنة جودة ولا حتى جبنة روم تصدق بقى حتة جبنة بيضة تعالي شوف المقادر بتاعتنا بص يا ستي في البولة دي حطينا معلقة سكر صغيرة مش مليانة وحطينا معلقة خميرة الفورية معلقة صغيرة وحطينا رشة ملح ايه تاني يا نصر ادي كباية الدقيق ايه تاني ايه تاني يا نصر معاك ايه تاني يا حبيبتي اه دي بقى معلقة رادة اللي مش عارف ايه الرادة يا جماعة دي انه خالة بتاعت الدقيق دي انه خالة بتاعت الدقيق اللي فيها الخير كله والصحة كلها دي معانا كباية مية دافية او يا ستي بلاجر في خلام الحنفية مش لازم تدفيه بتجو نار تمام ما حطيناش الكباية كلها مش هنحط الكباية كلها هنحط مثلا تلت ترباحة زيادة عن تلت ترباحة شواء مشوف العجينة عاملة ازاي كنت جابها المضرب والله ما استعملته والله كله بالمعلقة زي ما انتم شايفين كده البانكيك او الكريب بتعملوا بايه بتعملوا ببيض ولبن ده ولا فيها بيض ولا فيها لبن ولا فيها بطيخ حاجة ببلاش كده معانا معلقة من الزيت عندك زيت زيتون حطي عندك اي زيت قاعدة حطي مش فرقة عايزة اقولك العجينة يعني او الفطير دي جميلة جدا جدا براحتك بنا نشافة تسميها فطير تسميها بيضة تسميها معجنات تسميها مخبوزات تسميها التعلفات زي ما تسميها سميها المهم ان احنا هنأكلها بالهنة والشفا خامرة عجينتنا مفيش خدش عشر دقاي بصلاية حمرة مقطعينة اهو طمط ماية وفلفلاية وقرنفلف الحراء بص الحشوة اللي تعجبك يا رب بتحشيها كباب انت براحتك عايزة تحط في العجينة دي بيت حطي عايزة تحط فيها لبن حطي بص يا جماعة انا بساهل انا بساهل الامور حاجة طعمها حل ومفيدة وصحية ليه لا ما نعملهاش مش لازم يعني كله بالجبنة الغالية وكله باللبن وكله بالبيت في ناس ما عنداش تشتري بيت اه في ناس ما عنداش بيضة بخمسة جنيه اكلة في منتهى الجمال انت ومزاجك بقى تحطي اللي تحطي فيها انا كان عندي في الفلاية وطماطمية وفي الفلاية حرقوا بصلاية عايزة اقول لكم المكونات دي كلها لما استوت مع بعضيها اد الطعم تخيلوا انت البصل لما بيتحمل البصل الاحمر ده بيبقى معسل تخيلوا الطماطم دي تشيلي منها المياه او البزر عشان ما تطريش العجينة الزادة عن اللزو اه حتة جبنة براميلي حتة جبنة قريش انا كان عندي حتة جبنة براميلي حطتها مش اي حاجة ولا الهوى هو ده المكونات بتاعتنا بتاعت الاكلة كلها عايزة اقول لك جميلة الاكلة فضيعة رهيبة مجرمة الاكلة صراحة يعني عايزة اقول لكم انا عملتها الصبح جربتها وفترت منها وروح تقولت والله العظيم عجبتني كده اللي عملها الحبايب قلبي هنا حطينا يعني حبة زي صغيرين بتاعت معلقة زيت تمام وعلى نار هادية ومش هنحط عجين كتير في الطاصة يعني اربع كبايات الكبايات دول عملوا معي اربعة وحتة صغيرة كده متعمليش العجينة تخينة افرديها كده اتغطي عليها بالمعلقة تمام وغطيها هي هي يا ستي وقلبناها وعملناها وحطينا التانية انا ما عنديش كبشة او عندي كبشة بس الكبشة اللي عندي كبيرة والبتجزة ما انتم شايفين عالي فبحط بالمعلقة عشان اعرف بس ايه اصبت ما تبقاش العجينة كتير عشان العجينة تبقى كتير مش احلى حاجة هتبقى تخينة قوي خاصة ان دي عجينة سيلة ما هياش عجينة متبططة تمام ولا عجينة ولا حطنا ولا كلفنا نفسنا ولا عملنا حاجة هي كل الحكاية بالمعلقة شايفين الجمال والحلوة والملو والله العظيم يا جماعة جميلة جدا جدا والكباية بتاعت الدي دي عملت قد ايه عملت زي ما بقول لكم كده اربع وحدات من دول شايفين جميلة 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 فضيعة مش جميلة بس حبايب الحلوين لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك وشير لو برضو ما عجبكمش اعملوا لايك وشير في كل الاحوال اعملوا لايك وشير بس انا متأكدة ان هتعجبكم جدا شوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد خلاص يا نصة بالخير امحيرك ليه يا اما هتعزلطها وخلصينا ما نزلطها شكرا